أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أن الهدنة المؤقتة الحالية التي توسطت فيها مصر وقطر وأمريكا لا يمكن أن تغني بأي حال عن الأحوال عن وقف لإطلاق النار جاء ذلك خلال كلمة مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة والذي شدد على ضرورة أن تؤدي الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لوقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق إن الهدنة المؤقتة الحالية والتي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود حميدة لا يمكن أن تغني بأي حال من الأحوال عن وقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء المدنيين ومنعا لانزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع سيد رئيس أعيد التأكيد هنا على مطلب لا يقل أهمية عن مطلب وقف إطلاق النار ألا وهو إغاثة المدنيين في غزة إغاثة أشقائنا الفلسطينيين المدنيين الذين طالت معاناتهم من سياسات الحصار والتجويع والتشريد وهما يتطلب بداهة قيام إسرائيل بالسماح بنسياب المساعدات الإنسانية بدون عائق عبر كافة المعابر الحدودية إلى قطاع غزة